نعود للملف السوري وما يحدث في الجنوب هناك نتحدث منذ ثلاثة أيام تقريبا منذ السبت وروسيا كانت للمرة الأولى منذ عام تقوم بغارات على الجنوب السوري بعد طبعا الاتفاق على منطقة خفض التصعيد من هناك معي من الجنوب مباشرة من ريف درعة ينضم إلي مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مصر خير خلال ثلاثة أيام 12 ألف مدني نزحوا من ريف درعة الشرقي المشهد من هناك لو سمحت بشكل رئيس إنسانية نعم ميسون لليوم السابع للتوالي تشن القوات النظامية والميليشيات الموالية لها هجوم على عدة مناطق في ريف درعة الشرقي ومركز مدينة درعة في درعة البلد أدت إلى عملية نزوح كبيرة من قبل المدنيين ولا سيمة في مدينة مصر الحرير ناحة لحراك الصورة في ريف درعة الشرقي وأيضا الأمس بعد منتصف الليل قامت الميليشيات الموالية التي تموئلها إيران في درعة المحطة باستهداف درعة البلد بأكثر من 60 صاروخ في الأرض أرض أدت إلى نزوح ليلي لقبل المدنيين العدد تجاوز 50 ألف حسب إحصائية المجلس المدنية في درعة هناك عمليات نزوح كبيرة من قبل المدنيين في عدة مناطق الجدير بالذكر ميسون أن المناطق التي على اشتبات مباشرة مع قوات النظام في مدينة مصر الحرير ناحة لحراك درعة البلد هي اليوم نازحة بشكل كامل بسبب عمليات القصف الجوي والعمليات القصف المدفعي أيضا ميسون يجب الإشارة إلى أن هناك مواجهات لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الحملة التي يشنها النظام والميليشيات الموالية اليوم هجوم بري اليوم الثاني على مدينة مصر الحرير صرحت العمليات المركزية بعد التواصلنا معها عن صد هذا التقدم البري من جهة مصر الحرير وأيضا من جهة منطقة اللجاء وتم تدمير ثلاث دبابات للقوات النظامية على جبهة مصر الحرير أيضا هناك دارة اشتباكات في حيئة المنشية من جهة درعة البلد ما بين قوات المعارضة والقوات النظامية يجب الإشارة إلى أن هناك اتصالات أردنية ما بين المعارضة السورية والأردن حول الوضع في الجنوب السوري كونها الطرف الضامن لإخرار وخفض التصعيد أبلغت المعارضة الأردن أنها قررت المواجهة بعد خرق القوات الروسية لاتفاق خفض التصعيد في جنوب سوريا ربما نحن الآن أمام سيناريو متعدد في الجنوب السوري لمواجهات عسكرية في المنطقة الجنوبية في اتصال لغرفة العمليات المركزية أيضا أخبرونا أن هناك عمليات للفصالة الجبهة الجنوبية في منطقة الشمالية الشرقية من المحافظة الضرعى ولسيما في منطقة اللجاء وأيضا في منطقة بصر الحرير بالعودة للوضع الإنساني ميسون هناك حالة إنسانية صعبة جدا بسبب عمليات النزوح الكبيرة من المناطق التي ذكرتها لك إلى الحدود الأردنية والحدود مع الجولان السوري المحتلف من جهة القنيطرة مع غياب دور المنظمات الدولية للإشراف على هؤلاء النازحين والهاربين من عمليات القصف التي تشهدها المناطق الشرقية الأردن قد أبلغ أيضا وصرح بأنه لا يمكن استقبال النازحي إلى داخل أراضيه وتم إغلاق الحدود بشكل كامل اليوم بدأت مظاهر الصعوبات الإنسانية تطفو على الجنوب السوري بسبب إغلاق كافة المعابر أيضا للمواد الغذائية والمواد الإنسانية مع غياب وجود المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية في الجنوب أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات محمد الحوراني مراسل الأخبار الآن كنت معي مباشرة من ريف درع